أعلنت خدمة واتساب في شهر فبراير 2017 إدخالها تعديلات على سياسة الخصوصية التي تعتمدها ما إن يوافق المستخدم على الشروط والأحكام الجديدة حتى تبدأ الخدمة بمشاركة بعض بياناته مع شركتها الأم أي فيسبوك وذلك لأغراض الاستهداف الإعلان ستقوم خدمة واتساب أيضاً بمشاركة البيانات مع الشركات التابعة لشركة فيسبوك ومنها الشركة المطورة لتقنية الواقع الافتراضي أوكلوس ريفت بموجب هذه الشروط والأحكام الجديدة ستتم مشاركة بيانات خدمة واتساب التالية رقم الهاتف تاريخ استخدام المنصة للمرة الأخيرة يمكنكم إيقاف مشاركة بعض البيانات ولكن معظم المستخدمين سيوافقون بكل بساطة على الشروط والأحكام من دون معرفة ما يوافقون عليه يعتبر هذا التغيير خطوة كبيرة بالنسبة لخدمة روجت لخصوصية المستخدمين عندما أضافت خدمة التشفير الشامل بين جهتين الاتصال إلى كافة خدماتها أصبحت فيسبوك الآن قادرة على ربط المستفيدين من خدماتها بأرقام هواتف مستخدمين واتساب وبالتالي ستصبح قادرة على تعقب نشاطاتهم على تطبيق المراسلات هذا كما تجري شركة فيسبوك تجارب على مستخدميها لمعرفة ردود فعلهم تجاه تلعبها بحائط أخبارهم تتعقب شركة فيسبوك أمورا كثيرة منها تفاعلكم مع أصدقائكم نوع المحتويات التي تستمتعون بها النشاطات المرتبطة بمنشور معين والوقت الذي تمضونه لمشاهدة أو كراءة منشور معين وستستخدم هذه البيانات لمحاولة معرفة دوافع تصفحكم تخذن هذه المعلومات عندها مع المعلومات الخاصة بحسابكم لغاية تصميم حائط الأخبار ولأغراض أعلانية